السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه أما بعد أيها الآباء والأمهات أيها الإخوة والأخوات في القرآن الكريم آيات تميزت على غيرها لها ألقاب ولها أسماء ولها عنوين فتميزت بهذا على ما سواها من الآيات وما عداها هذه الآيات إذا قرأنا نصها ولفظها نتذكر الاسم واللقب والعنوان وإذا ذكر أمامنا الاسم واللقب والعنوان تذكرنا نصها مباشرة تبادر إلى أذهاننا وقفز إلى بالنا قفز إلى بالنا فتميزت بهذا وفي القرآن الكريم من هذا كثير من الآيات عديدة ومتنوعة وهي بالعشرات بل بالمئات ومن هذه الآيات آية في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى فيها وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ هذه الآية يسميها العلماء باسم يلقبها العلماء بلقب يضع العلماء عليها هذا العنوان آية التهلكة والناس يعرفونها بهذا الإسم ويذكرونها يستشهدون بها وأنفقوا في سبيل الله وكثيرة هي الآيات في القرآن الكريم وفي سورة البقرة خاصة التي تأمر بالإنفاق في سبيل الله هذا الباب العظيم الجليل الذي تتزاحم فيه أعمال كثيرة منها الواجب ومنها المستحب فيها الزكاة الواجبة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في آيات عديدة في القرآن الكريم بالأمر فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفيها كذلك المستحب والنافلة مثل الوقف في سبيل الله مثل الصدقة مثل التطوعات مثل أن يعطي الإنسان العارية والهبة والهدية هذه كلها من النفقات في سبيل الله ولذلك قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين الذين يؤمنون بالغيب ويكيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قالوا النفقة هنا تشمل الأمرين فكذلك هنا وأنفقوا في سبيل الله تشمل الأمرين تشمل ما هو واجب وما هو مستحب أحيانا يكون الإنفاق واجبا وأحيانا يكون الإنفاق مستحبا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك يكثر أن يستعمل الناس هذا الموضع من الآية في المخاوف في الأضرار في المفاسد فيقولون لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك يعني لا توقع نفسك في مضرة لا توقع نفسك في مفسدة لا توقع نفسك في أذى هذا معنى يقوله الناس وهو معنى صحيح في هذه الآية ولكن لها معنى هو أعظم من هذا المعنى هو أولى من هذا المعنى هو مناسب لما قبله وما بعده في هذه الآية حتى يلتئم المعنى العام للآية وأنفقوا في سبيل الله هذا سبيل الله تبارك وتعالى الذي هو إعلاء كلمة الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ثم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وقال إن الله يحب المحسنين وهو المعنى الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أبا أيوب الأنصار لما كان في الغزو وهو يقف في الصف ورأى رجلا من المسلمين شجاعا مقداما حمل على العدو بنفسه إن غمس فيهم واقتحم فقال الناس سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلك فقال أيها الناس لم يلق بنفسه إلى التهلك وهذه الآية نزلت فينا نحن معاشر الأنصار معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن أدرى بمعناها ثم قال إنا كنا نخرج في الغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهملنا بيوتنا وأموالنا فلما كسر الإسلام وعز الإسلام وانتصر الإسلام قلنا نقعد نصلح أموالنا وضياعنا بيوتنا ومزارعنا فنزل قول الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فكانت التهلكة هي أن يقعد الإنسان عن نصرة دين الله وهو قادر على ذلك هذا المعنى هو المعنى الأولي المعنى الأول المعنى الأظهر في هذه الآية ولا بأس من أن يشمل المعنى الثاني ألا يؤذي الإنسان نفسه وأن لا يضر الإنسان نفسه وأن لا يلقي الإنسان بنفسه في المهالك لكن من أول هذه المهالك ترك نصرة دين الله ترك الدعوة إلى الله ترك العمل لهذا الدين ورفعة شأن الدين إذا استطاع الإنسان أن ينصر دين الله بيده إذا استطاع أن ينصر دين الله بلسانه إذا استطاع أن ينصر دين الله تبارك وتعالى بقلبه إذا استطاع أن ينصره بأي شيء من الأشياء لا يتأخر أبدا عن ذلك فهذا المقام هو مقام الرفعة والعلو والنصرة وغيره هو مقام التهلكة أن يقعد الإنسان وهو قادر على أن ينكر منكرا إما بيده وإما بلسان وإما بقلبه وجنانه ولا يفعل شيئا من هذا كله فلا ريب أن هذه هي التهلكة الحقيقية كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل إذن فالتهلكة الحقيقية هي أن يقعد الإنسان عن تعلم هذا الدين وعن العمل بهذا الدين وعن الدعوة لهذا الدين عن نصرته بكل صغيرة وكبيرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينصرون دينه ويعزون كتابه وسنة رسوله يأمرون بالمعروف ويدلون عليه وينهون عن المنكر ويحذرون منه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول هذه الآية نزلت فينا معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أراد أن يكون منا فليوفي بهذا الشرط بشرط الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهذا العلم بالدين والعمل بالدين والتبليغ للدين هذا فرض على كل مسلم ومسلمة بقدر علمه وبقدر وسعه وطاقته أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن علم وعمل وبلغ وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين